محطتنا ومساحتنا الطبية مع عالم الطب ومساحة رح نخصصها للتوعية اللومية بفيروس كورونا المستجد وآخر الأخبار والتقارير الطبية حول هذا الفيروس شو تأثيره على المرأة الحامل أسئلة رح يجاوبنا عليها ضيفنا الدكتور أكرم الأحمر اختصاصي بالأمراض النسائية والولادة ومعالجة العقم صباح الخير دكتور أكرم مياه صباح الفل سيدتي يهلا سهلا يهلا فيكم يهلا صباحك وصباح الصحة دائما دائما إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب دكتور خلينا نبدأ مع حضرتك من موضوع كتير مهم وهو موضوع العزل المنزلي بوقت الكورونا يمكن عم نشوف كتير سلوكيات خاطئة تتنافى مع شروط العزل الصحيح بالمنازل خلنا نتعرف على شروط العزل مع حضرتك بتشكرك سيدتي على السؤال جدا مهم بس بالبداية حابة بقول جملة جدا هامة إذا بتسمحوا لي الشي اللي عم نعمله اللي هو بلد بيتك أمانك خلينا نقول بيتك أمانك وسوريا الحبيبة أمانتك حتى ننفذ كل التعليمات لننقذ سوريا سوريا انتصرت بحرب على الإرهاب الحرب الكونية اللي كانت عليها بفضل وعي الشعبة والتفافه حول قائده جيشه ولنفس السبب إن شاء الله سننتصر على كورونا كمان أوكي هلأ برجع لسؤالك سيدتي إنه الحجر المنزلي هلأ كتير هذا بدنا نضوي عليه أولا أمتى منلجأ له هلأ منلاحظ أنه بتقارير الطبية المختلفة من كل المصادر بالعالم بتلاقي ما في شبهة توافق تام حول هالنقطة نحن خلينا نوضح إنه ليش منلجأ للحجر المنزلي بمعنى نحن هلأ أنا وياكم وكل الأسازي الموجودين هلأ هون الفنيين إنه نحن كأنه ببيت واحد وطيب في واحد مننا عطس صار معه شوية حرارة أوكي ليس بالضرورة أن تكون كورونا وغالبا لن تكون كورونا طيب ولكن ولكن يجب الانتباه هون إنه نحن نتعامل بحذر وليس بهلع بحذر وليس بهلع نفترض إنه نحن كورونا ونلجأ للحجر المنزلي كيف هي شروطه بده تكون لاحظي الشغلة إنه دائما بكل الأمراض هاي وهلأ عم نحكي عن كورونا يلي هو حلقة العدوى متى ما كسرنا حلقة العدوى درنا نقضي على المرض حلقة العدوى كيف بتتم بالفيروس هذا الكورونا بتتم على الشكل التالي إما بالرثاث أو القطيرات المتطائرة اللي متطائرة يلي بتجي نتيجة سعال أو عطاس أوكي أو نتيجة تماث مع أسطح الفيروس موجودة عليها هذول التنتين طيب تعالوا نفكر سواء أنا وإياكم كيف لو نحن موجودين كلنا بيت واحد بهالستوديو إنه نيجي نكسرها لهالحلقة بواحد منها رح أفطرض على حالي أنا إنه أنا صار معي عطاس صار معي حرارة وسعال بلا 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 الأعراض اللي صارنا كلنا منعرفها شوي يدي النفس طيب الحل إنه بكون بتقومها بيعزلي بغرفتي بيكون دائماً أي تواصل مع أي حدا ممكن إنه يتواصل معي لازم يكون المسافة على الأقل مترين طيب الشيء الثاني دائماً أنا لازم كون لما كون معزول بغرفتي حاطة الماسك على أنفي طيب هلأ في حال عدم توفر الماسك خلينا نحكي بشغلات يعني تفصيلية بدائل تفصيل تمام بدائل خليني أقول الماسك وظيفتها هي الفلترة الفلتريشن لهالقصة طيب شو مبلجأ أنا بهالحالة لأي منشفة تكون سميكة شوي وبربطها على أنفي وعلى تمي الشيء الثاني طريت استعمال المحرمة عطاس صعال فوراً بيستعملها وبالقيها بسلة مهبلات تكون مغلقة أو بكيس نايلون موجود بغرفتي وفوراً بكبو وبسكر الكيس عليها الكفوف دائماً تكون موجودة بإيدي كل ثلاث ساعات لأربع ساعات بيتم حداً بيجي من أهل البيت أو بيناولني على بعد مترين خرقاء أو يلي هو يكون فيها معاقم أحد معاقمات الموجودة أو الكحول يلي بلجأ فيها لمسح مسكات البواب، الشبابيك، الأسطح الصلبي، حرف التخط بما فيهم أنه يتم كل يوم أخذ المخدة أنا بأخذها للمخدة وللشرشف أنا بأخذهم سواء للشمس أو للغسيل لأنه بالغسيل بتم تطهيرهم أو تعقيمهم أنا بأخذهم بالكفوف بحطهم كب بالكفوف هاي بلبس كفوفة جديدة وبلجأ العملية المسح للغسالة والحمام والمطبخ بحل موجودة وأنا ساعتني لابس الماسك وبرد برجع على غرفتي برجع لنفس التوصيات هلأ أنتوا المطلوب منكم أنه العناية فيه العناية الصحية التمريضية هون بهالحالة رح تكون وما نشغليه كل هالأد أولا أنه تشجعوني إذا نسيت أنه نفتحون هوي الغرفة اللي أنا قاعد فيها قدر الإمكان لو اضطرقت اضغطها بالحاف وأنا فاتح الشبابيك ثانيا منكتر سوائل أد ما منقدر سوائل صخنة أد ما منقدر منكتر سوائل أو عصير يلي في فيتامين سي يلي هو جدا هام لرفع المناعة بهاي التوصيات البسيطة هيك منتم الحجر المنزلي ومنلاحظ أنه نحنا ما كتير تم الإضاءة عليها يعني بتشكركم جدا على هذا الموضوع إنه واحد بالبيت هلأ في حال ظهرت أعراض علي بقى أنا أعراض يعني صارت قوية أكتر وقتها تاخدوني متل ما أنا بنفس الشروط وأنتوا كمان بنفس الشروط وكل التيم الموجود معنا مروا لعند دكتور أو أقرب مركز طبي ومروح لعندهم أنه أنا هيك عم بشتكي وقت هونيك بيعرفوا يتعاملوا معي بيأخذوا لي نعم الوطاقة وبيعملوا الفحص الضروري نعم دكتور هيدا التفاصيل اللي نحنا عم نحكي فيها كتير مهمة وخاصة خلال نحنا قعدتنا بالبيت كمان لازم في قواعد صحية غير إنه نحنا عم نختلط بعالم بالشارع للضرورة تماما البيت كمان يعني مثل ما حكيت حضرتك إنه نحنا نكبل محرمة بشي مغلق مركبة بثلة المفتوحة تمام نحنا خلينا هلأ ننتقل بعد هيدولي التوصيات بالحجر المنزلي للمرأة الحامل ويمكن المرأة الحامل هي أكثر عرضة مولة أو لكورونا لأي فيروس أو لأي حالة جرثومية التهابية أو لأي مرض خلينا نحكي عن يعني المرأة الحامل بفترة الحجر المنزلي كيفية تاخد احتياطاتها لحماية نفسها ولحماية الجنين أيضا تماما تماما سيدتي سالي بدي إلك شالي إنه الدراسات الجديدة بعتباره هو فيروس جديد يعني هو اكتشف بالصين ب29 كانون تاني نعم يعني الساتو تازا أوكي عفوا أنت كانون أول طيب هلأ دراسات حديثة ما فيه ولكن الشيء المثبت إنه هو بثلاث الأشهر الأخيرة للحمل لا ينتقل الفيروس من الأم إلى جنينة حلو هلأ الولادات اللي تمت حول العالم سيدات حوامل للولدان تبعيتهم ما كان فيه إصابات عندهم للولدان تبعيتهم نتيجة عملية الولادة بجوز بقى بعد ما تمت الولادة إنه لقت الفيروس مثله مثل البالغ إيه هيك أوكي طيب هلأ بس ناحية العناية بالحامل هون وقتها أنا بفضل إنه الحجر المنزلي اللي حكينا عنه قبل شوي كونها هي حامل طيب لأ كونها حامل أنا بقول لأ يفضل ما استنى لتظهر الأعراض اللي يقلنا عنها تكون شديدة أكتر من بدايتها تراجع فورا الطبيب طبعا نسائية اللي هو بيعرف يوجهها لأقرب نقطة طبية أو مركز صحي أو أخصائي اللي بيعرف يتعامل معها لأنه هون ما ننسى إنه العناية بالمرأة الحامل بحسب أي تلت من أتلات الحامل مثل ما سبقوا حكينا إنه هي عناية خاصة فيها لأنه نحن الهدف النهائي إنه نوصل لمرأة حامل ويعني تولد بخير وسلامة ولمحصول حمل يكون إن شاء الله يا رب بخير وسلامة أما غير هيك لا ما في توصيات خاصة للمرأة الحامل نعم دكتور كمان من المواضيع اللي عم ينصح فيها كتير هي فيتامين سي مثل ما ذكرت من شوي حتى فيتامين دال خلع نوضح أكتر للمشاهدين ليش هدول الموضوعين ونحكي عن مصادر فيتامين سي ترى هي قرص واحد صناعي الآن كاسة ليمون كيفين أنا أحصل على الفيتامين سي من مصادره بأعلى نسبة لحسنا الحظ لحسنا الحظ إنه إحنا بلادنا مليئة بالحمضيات أوكي فبكل بساطة وموجودة متوفرة فبكل بساطة إنه ناخد الفيتامين سي من مصادره الطبيعية هلأ بلاس ممكن بهي الفترة إلا ما بحس إنه في شيء ما نو مزبوط فينا أو بأحد أفراد عائلتنا منلجأ بقى للفيتامين سي يلي هو بناخده من مصدر خارجي عن طريق البيلز أنا الأراس هاي يلي إنه هو بتهيأ لي كافي يكون قرصين باليوم كافي هي الجرعة هلأ السبب إنه فيتامين سي هو من أكتر محفزات ومنشطات المناعة بالجسن فبهي الحالة نحنا عم نعتمد على جهاز المناعة خليني وضح شغلة جواب على سؤالك نرنين إنه نحنا ليش الفيروسز الحمات الراشحة ما فينا نعالجها بالأنتي بايوتك الأنتي بايوتك ما بيصيب غير البكتيرياز الجرسومة لأنه الجرسومة هي عندها جهاز الكمبيوتر طبعا الخاص اللي بخلية هي بس تتغذى وتنقسم والخلية الجرسومة بصير 2-2-2-4-4-8 الفيروس ما في هاي الآلية هو بده يستولي على كمبيوتر الخلية لما بفوت بيقتح مال الخلية بده يستولي عليها ويوجه كمبيوترها بدل ما ينتج خلايا سليمة مثلها ينتج فيروسات مؤزية ضارة مثلوا له هو بهي الآلية إنه ليش الفيروس كيف الفيروس بتكاثر منلاقي إنه الأنتي بايوتك غير مفيد بها الحالة فلذلك من خلالكم خلال قناتنا الجميلة اللي بيحترمه كتير الإخبارية منقلون من شان الله لا تاخدوا أنتي بايوتك بهاي الحالة خليكون دكتور كن حب خمسمائة وسبعمائة وخمسين والألف وهذا يا أخي ما بيفيد بيه من المرة غيرها بساعة تقب مصاري وعم تأدي مع الوقت ضعف المناعة ضعف المناعة ولتخلق سلالات جرثومية تكون معندة على الأدوية اللي نستخدمها هلأ بعد خمس ست سنين الأدوية اللي نستخدمها هلأ ما بقى بتفيد لنفس الجرثومة لأنه هو بيكون عم يطور حاله وعم يطور مقاومته فلذلك لا بلاها البدائل خلينا نحكي إذا في أعراض مراد حرارة البدائل ما في غير المعالجة العرضية مضادات الاحتقان الخفضات الحرارة السوائل كمية كبيرة التهوية الشديدة والنظافة التوصيات اللي أنتو عم تعرضوها بكل شاشاتنا نعم يعني دكتور يمكن هيدا النقطة اللي نوهنا عليها وإقبال العالم على الصيدليات للشراء الأنتيبيوتيك اللي هو مضادات حيوية جرثومية وليست للفيروس بالمنيح نحن بالعكس نحن هلأ بوضع أنه نحن نأخذ فيتامينات لنقوي مناعتنا مولا أن نخفف من مناعة الجسم متل ما بنعرف أنه المرأة الحاملة ما فيها تأخذ الأدوية مثل المرأة العادية سواء ارتفعت حرارتها أو صار عندها أي حالة التهابية أو حتى فيروس يعني ترجع لطبيبات لا يقدر يعطيها الشيء اللي بتقدر مشاهم ما تأذي الجنين بهذا الحالة كيفية يمكن حضرتك حكيت أنه المرأة الحامل لازم تخضع للفحص قبل ما تظهر عليها الأعراض يمكن شاء ما نقدر نحن نلجأ للأدوية كيفية ما يتم معالجة المرأة الحاملة إذا حسدت بأعراض السعالة نشفان الحلق وجع الرأس كيف هلأ هون نرجع الوقت سوري نرجع لشيء مهم كتير أنه نحن نرجع نحط لخانط التصنيف أنه المرأة الحاملة هلأ هي بأي مرحلة حامل في أدوية مسموح نعطيها بالتلت الأول في أدوية مو مسموح نعطيها بالتلت الأول بالتلت الثاني أو التلت الأخير المتوسط أو التلت الأخير الحامل هون بيرجع بيعود تقديره للطبيب ولكن بشكل عام بتبار نحن نحكي عن كورونا بشكل عام البراثيتامول أوكي ذاتس جود يعني أنه فيها تاخده هي برياحة خلينا نقول من هلأ نحن على الشاشة على الهواء فيها تاخد 10-12 حبة باليوم في حال صداع حرارة عم تطلع معا السعال بي ذوي أدوية السعال كلها يأتي مو هم ببلادنا أدوية السعال كلها يأتي بكل دول العالم كنت ذكر كان بالمراجع تبعنا يحطوا صورة رفوف الصيدليات بكل دول العالم لمختلف أنواع أدوية السعال ويحطوا جنبها يساوي صفر أنه لا شيء بمعنى أنه هي ما بتفيد لهذه الدرجة اللي نحن نتخيلها لما نأخذ أدوية السعال فلذلك بهاي الحالة اللجوء للسوائل للسوائل الطبيعية اللي هي مناخدها وهي متوفرة بالنباتات عنا بشكل ببلادنا الحمد لله متوفرة كتير اللجوء لكل شيء من المكونات الفايتامين سي هي أفضل وسيلة برجع أقول المعالجة العرضية بيقررها طبيبة بعد ما بيحط ضمن خانة التصنيف للحامل اللي قدامه ما تاخد أدوية من حالة هي أهم نقطة تماما تتصل مع طبيبة إذا ما أنا قادرة تنزل عامل حجر على حالة أوكي بأي سبب من الأسواب تلجأ له لطبيبة تماما دكتوري كان في استفسار أن السيدة الحامل قدر الله تعرضت الفيروس كورونا بينحكي عن موضوع الأجهاد هل هناك ضرورة الأجهاد أو ممكن هي تجهد لحالة خلينا بس نضحي النقطة للسيدات الحوامل هذا السؤال جدا مهم وخطير تمام هل لا لأنه ممكن نتاخذ الجواب على أنه نروح بمنحة آخر لا خلينا وضح دراسات على أنه بالأشهر الثلاثة الأولى للحمل يلي ممكن أنه يصير فيها حالات الإجهاد أنه هل ينتقل للجنين لغاية هذه اللحظة ما فيه ولكن بالمجمل أنه هو واضح أنه فيروس لا ينتقل إلى الجنين هلأ أنه بهذه الحالة هل نضطر إلى الإجهاد لهلأ ما فيه أي توصية أنه نروح بهذا الاتجاه تماما يمكن أكدت حضرتك دكتور هذه الفكرة اللي كتير هلأ يعني معلش حتى نحن ما عندنا هذه المعلومات يلي يمكن هذا الوباء خلانا نحن نتعمق بالتفاصيل الطبية خلينا أيضا نحكي عن الحجر المنزلي لعدة أشخاص ببيت واحد أحيانا بتكون عائلة مؤلفة من ثلاث أشخاص أحيانا تكون عائلة ما شاء الله يعني كتير أديش مهم مسافة الأمان بين أطن لو هنن ببيت واحد أديش مهم لكل حدا من شفته لكل حدا الوجه المخد تبعه أدي مهم هذا الشي الإجراءات النظافة نحن اللي متعودين عنها ببلدنا نتبعه أهم شي أنه فعلا ما منقول حجر منزلي أنه تبقوا بالبيت يا جماعة اتصلوا بحدا من الجيران يجب لكم ربطة الخبز واللي هو يعني نعم لا تغادروا النقطة الهمة بادروا بالاتصال فورا بأقرب هتلعين خط ساخن أو نقطة طبية أو دكتور يلي هو بيعرف يتوجه لهالبيت لهالعائلة هاي يلي بعرف يحطه صنيف لألون يلي مين بده بحاجة وقته يطلع خارج الحجر المنزلي روح للحجر بأحد المراكز أو للعزل أو مين بحاجة لبروستيجرز استقصاءات أكتر لنتأكد أنه هالهو فيروس عادي وخاصة ننبه للشغلة أنه حتى بكورونا الأعراض قد تكون بالبداية خفية بمعنى أو خفيفة خفية أو خفيفة ما بنعرف أنه هذا كورونا وفي كتير من الحالات يكون حامل المريض حامل للفيروس وهو معدي ولكن يعني ما فيه أعراض عم تظهر عليه فلذلك هون الحرص جدا شديد برجع لنقطة هامة كتير حلقة العدوى نكسرها متى ما كسرنا حلقة العدوى بيمرق معنا أسبوعين لثلاث أسابيع كسرنا الانتشار تبعه للفيروس وبنتصرنا بتهيألي وقتصرنا بالسيف سايد بالجانب الآمن إن شاء الله يعني هذا الموضوع كتير مهم سالي يعني للأسف عدد الإصابات بكورونا عم يقلب كل شوي يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية صارت أكتر بلد فيها نسبة إصابات أكتر من السيء بقرة الانتشار الأولى وبعض الموضوع للأسف هو عم يكون بتفشي ما بدأ نوصل نحن لهذه المرحلة بسوريا إن شاء الله يا رب ما بنوصل لأبدا بدنا نحكي كمان عن موضوع كتير مهم هنن الأطفال يعني مثل ما قلت هو فيروس مستجد ما صر له شهرين تقريبا أول شي قالوا إنه الأطفال محميين صرنا هل عم نلاقي الأطفال عم يصابوا بهذا الفيروس خلانا نحكي عن الحديثية الولادة اليوم كيف فينا نحميهم والأطفال قد ما فينا لخصوصا الرضع من ضد هذا الفيروس كيف نحنا ممكن نحيطهم بعوما الوقاية للأطفال خاصة الرضع ما فينا نحميهم غير بالوقاية ما أنه يلقتوا الفيروس هلأ إذا لقتوا الفيروس تقريبا أو مية بالمية مثلهم مثل أي شخص بالغ يجب التعامل معه وتدبير الحالي فإذا أنه تدبير خاص لإله أو إطمئنان خاص لإله كونه أنه لا يصيب الأطفال أو إذا صابوا ما بيأثر عليهم هذا الكلام خاطئ لا سمح الله إذا كانت الأم حاملة ليقى الفيروس وعم بتردع بينتقل طبعا بس مو عن طريق الحليب بينتقل عن طريق اللمس والتنفس تبعه فهون برجع وقتها التدبير المناسب اللي بده يعطي الطبيب لإله يلي قد يضطر أنه يفطمأ أو يبعد عنه طبعا وهي افترض أنه تبعد عنه هذه النقطة كثير مهمة يعني نرمين وخاصة للأم المردع يعني ممكن أنه تقطع عنه الحليب الثدي وتبدله بالحليب الصناعي صحيح دكتور يعني بالوقت المتبقي دقائق قبل ما نروح الموجز أكيد فيه استفسارات تعم تكون لحضرتك تعم تشوف سلوكيات خاطئة مواضيع حابب تنوه عليها فرح نترك لك سيدك الكريم بشكركم على هدئتين ثلاثة هدول فيه موضوعك جدا حابب شيره إلي تفضل منسئل كتير كتير منسئل بعياداتنا ومن المعارف والأصدقاء بلا 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 دكتور معقول بس لهلأ خمس إصابات بسوريا معقول ما كان في قبل وهني عم بيخبوا يكي أخي مين هني لك موزارة الصحة يقص موزارة الصحة السورية طيب هلأ بقى بدي أحكي من منظور المصلحة ومنظور الشفافية والمسؤولية نعم أخوان وزارة الصحة ليس من مصلحة على الإطلاق تخبي أي شيء موجود أصلا نحن متعودين على الشفافية تبيتها هي وبقية الوزارات بشكل عام هلأ بس عم نحكي عن كورونا وزارة الصحة السبب هون إنه نحن من منظور مصلحي ليس من مصلحة وزارة الصحة تخبي عن منظمة الصحة العالمية أي وجود لإصابة عنا هون أو لأرقام غير حقيقية السبب إنه نحن إذا تكتشف نظمة الصحة العالمية إنه نحن وزارة الصحة كانت غير شفافة وخبت أعداد إصابات أو الدرجة الوبائية تبعيته نحن سنقع تحت طائلة قد تصل إلى جريمة ضد الإنسانية يمكن وزارة الصحة متوقع الدولة السورية وهذا الشيء ما أنه مظبوط ما أنه وارد ما أنه منطقي نهائيا الشيء الثاني كمان من منظور مصلحي عم بيحكي بكل شفافية إنه نحن بالرغم من هذا الحصار وزارة الصحة مطلوبة يرفع الحصار بالرغم منه عم يجينا معونات عم يجينا بعض المعدات الطبية برامج توعية عم يجينا كل شيء ما يستجد عن هذا الفيروس المستجد يعني الحقير هذا الكورونا هذا كله سنحرم منه وقتها بيصير الحصار يعني صارت وقت الحصار هو جائر وأحادي من دول الغرب علينا وبعض دول المنطقة خاصة دول الخليج وقتها بيصير ممكن يصير الحصار بقرار أممي وقتها هون سوريا ما فيها تفلت منه إذن ما تقوم به وزارة الصحة أنا أؤكد تماما تقوم فيه بكل شفافية خلينا نتبع تعليماتها ونثق بما تقدمه لألنا ولحصن الحظ كل بلاد حوالينا موبوءة تمام بالرغم من هيك لغاية هلأ خمس إصابات وإن شاء الله يا رب ما بيزيدوا نحن لسه موصلنا درجة الوباء بس بأكد أنه اللي عم تقوله وزارة الصحة هو الكلام الصحيح خلينا نثق فيه ونقوي معنوياتنا ومتل ما حكيت قبل شوي سوريا انتصرت بحربة بفضل جيشها والتفافه حول شعبه والتفاف الشعب حول جيشه وقيادته ولنفس السبب هلأ بدنا ننتصر على كورونا فلذلك برجع لعودة على بدء إذا تسمحوا لي سيداتي أنه العنوان العريض للحملة تبعنا بيتك أمانك خلينا نقول بيتك أمانك بالسوريا الحبيبة أمانتك حافظ على السوريا الحبيبة أكيد هي مسألة أو نقطة وعي نحنا بدنا ركز علي وعي العالم لخطورة هذا الوباء لنحنا نتجاوز ما نوصل مثل إيطاليا وحتى مثل أمريكا دكتور نصائح أخيرة هيك على السريع من حضرتك لكل اللي عم بتعبع سيدتي الكريمة رح أقول نصيحة مبارح اللي شفته وأولت مبارح بحكم أنه أنا اضطرت تطلع بحسب عمليك عملة أنه طلعت بفترة الحظر على المستشفى صدقا درجة الالتزام يلي بتدل على درجة وعي وأرجو أن تزداد أن تتنامى بشكل متصاعد وسريع جدا والله أنه أفضل من الالتزام أكثر من دول عظمة بالعالم رح أعطي معلومة بسيطة إذا بتسمحوا لي بقيةها فضل فضل أنه ببلد مثل ألمانيا بمشفى أمراض صدرية عم يعطوا لكل الطاقم الصحي كمامتين بالأسبوع وبيوصل استلام هي ببلد مثل ألمانيا هي تعتبر حالة دولة رعاية الصحية الأولى بالعالم نحن في سوريا برغب من هذا الحصار بكل المقاييس أفضل من غيرنا بترجاكم لكل شعبنا الله يحميكم سوريا الحبيبة أمانة برأبتكم شكرا أكيد دكتور بدأ نشكرك اليوم لوجودك معنا لكل النصائح القيمة اللي قدمت لنا ياها يعني أهم شيء مثل ما منقول بيتك أمانك وحتى البيت خلوه مأمن مسافة الأمان حتى مع العيلة كتير مهمة شكرا كتير إليك يسعد صباحك سيدك شكرا شكرا